اشتركوا في القناة اللعبة كلها بدأت ترجع عندنا في كل الفروع بنستعد لبداية موسم واضح انه هيبقى موسم قوي جدا في الالعاب الاخرى يمكن هنبتدي بكرة اليد وده وضع طبيعي جدا زي ما حضركم عارفين كرة اليد فرضت نفسها كلعبة شعبية تانية في مصر بنتائج منتخبها اولا وثانيا بنتائج الفرق منتخبتنا كلها على مستوى منتخبات الكبار بكلم عن رجال طبعا رجال ناشئين شباب بنتساد افريقيا بشكل كبير وايضا في المحافلة العالمية بنوصل ان احنا اخدنا كأس عالم يعني اخدنا كؤوس عالم في الناشئين والشباب فاذا كرة اليد بالنتائج وبالشكل المشرف اللي بتظهر به مصر من خلال كرة اليد لازم تكون لعباتنا الشعبية التانية طيب احنا المنتخب دلوقتي ما عندوش اي اشتراكات ما عندوش حاجة فكل العيبة مع فرقه نادي الاهلي على مستوى فريقه الاول لكرة اليد الرجال السنة دي كان بداية قوية ابتدأ بمعسكر قوي طبعا مستر دانيان المدير الفني للفريق طلب معسكر في اسبانيا وطلب معسكر في سربيا سوريا ناسي في البوسنة وشارك في اسبانيا لعب مباريتين وطلع على البوسنة لعب ثلاث مباريات ورجع لعب مباريات محلية وبعد كده دخلنا على السوبر المصيح لم نوفق ودلوقتي الاستعداد جاري لبطولة افريقيا ودي تاني بطولاتنا هذا الموسم تاني بطولاتنا هذا الموسم طيب احنا لعبنا كم مباراة في الدوري حتى الان لعبنا اربع جولات كان اخرهم مباراة نادي الجزيرة مباراة جزيرة كانت اخر مباراة في الجولات خلينا احنا في جولة منهم كنا باي في جولة منهم كنا باي في مطش مع الزمالك الزمالك بلعب في البطولة العربية يعني احنا لنا اربع جولات اه ما لعبناش لاربع مباراة لعبنا ببرايتين منهم احنا فيها في الاسبوع الرابع او في الجولة الرابعة ولكن لعبنا اتنين فقط ليه لان كانت تاني مباراة مع الزمالك الزمالك بلعب بطولة عربية وطب بيشارك فيها الزمالك ليه لان الزمالك حريص ان ياخدها عشان يتأهل بطولة العلم للاندية وده كان قرار اتحاد الدولي لكورة اليد لأن حامل لقب البطولة العربية هيشارك دايركت على طول على هتبقى دي بوابة نادي الزمالك أن يدخل لأن السوبر الأفريقي الأهلي فاز به فخلص الأهلي كده كده رايح فالزمالك شارك وعايز ياخد البطولة العربية عشان يتأهل منها لبطولة العالم فتاني جولة ما لعبنا هاش تلك جولة كنباي رابع جولة مع الجزيرة لعبنا الجزيرة قدرنا أن ننفوز بنتيجة كبيرة طبعا قدرنا ننفوز ستة وعشرين ستة وتلاتين اتنين وعشرين ستة وتلاتين اتنين وعشرين يعني فرق أربعتاشر هدف والشوت الأول كان خالصان كمان بفرق كبير تمنتاشر عشرة يعني الحقيقة الفرقة كانت مأدية شكل كويس وده الحقيقة آخر بروفاتنا أو جولاتنا قبل السفر لتونس طب هنسافر تونس إمتى البطولة من تلاتين لتسعة من تلاتين سبتمبر لتسعة أكتوبر في تونس وفرقتنا أكيد بالطبع هتسافر قبلها بس بتلات ايام أربعة ايام تلات ايام أظن يعني وهتبتدي يعني نقول مثلا نحن نهاردة خمسة وعشرين يعني نتكلم بعد تلات ايام السفر أو أربعة ايام يبقى إذن خلاص احنا بدأ العد التنازلي فإذن هي يوم الأربعة القادم إن شاء الله بعد تلات ايام إذن زي ما قلت لحضراتكم خلاص فريقنا دي آخر استعداد وآخر جولة وآخر مبارياته قبل ما يروح تونس طيب تونس مين اللي مشارك هناك في بطولة أفريقية أولا لو طالما قلنا تونس يبقى الترجي والنجم مشاركين والأفريقي كمان الترجي والأفريقي مشاركين طيب مصر مين اللي رايح الأهلي والزمالك إذن هي بطولة قوية جدا بطولة قوية جدا وبطولة مهمة لأن اللي بيكسب بيبقى طرف يعني أو الطرف أساسي في السوبر الأفريقي اللي بيكسب البطولة دي بيحجز مقعده في السوبر الأفريقي تخيلتوا الفكرة إزاي طيب نادي الأهلي طبعا محتاج البطولة دي بشكل كبير محتاج يعني يرجع تاني لمنصات التتويج عشان ننسى طبعا أكيد مباراة السوبر عشان يعني يبقى يعني أقل حاجة نقدمها للجماهير وأنا عارف اللعبة مع عهده نفسها وجهز الفني بس الحقيقة مباراة الجزيرة اللي قاد الفريق إن شاء الله يقود بكرة بالسلامة لبعض الفحوصات الطبية بيبقى مثلا متابع مع أحد الدكاترة اللي متابع ليه حالة معينة صحية كلنا بيبقى كده يعني فغيابه ثلاثة أيام وعودته عشان الفحوصات طبية بكرة يبقى بيقود التمرين بإذن الله العادي يعني طيب بقول لحضراتكم كرة اليد عندها مباراة إيه السنة أو عندها بطولات إيه الحقيقة عندنا تقريبا ست بطولات ولو أنا غلطان صح حولي يا جماعة عندنا الأول السوبر الأفريقي السوبر المصر تلعب بطولة أفريقيا بطولة العالم بعدها بعد كده الدوري بعد كده الكأس بعد كده كأس السوبر الأفريقي لو كسبنا بطولة بتاعة دول ست ست بطولات إذن إحنا عندنا وبتهلي فيه بطولة أبطال الكووس يا جماعة ولا مش هتتلعب سنة دي طيب يبقى إحنا كده عندنا سبع بطولات لو اتهلنا للسوبر بطولة أبطال الكووس الأفريقية انت ممكن تلعبها فادي احنا حامل لقب نعم وكان فيه دوري دوري السوبر بين اول وثاني الدورة وثاني كأس كان فيه بطولة تالي يعني عندنا على الاقل 6-7 بطولات مش السوبر المصري لا فيه كأس السوبر حاجة غير السوبر المصري دوري السوبر المصري دوري السوبر المصري مش دوري المحترفين دوري المصر ده ببيع أن مطشن ثلاتة وبيبقى في اخر الموسم اذا عندنا 6-7 بطولات عدد كبير جدا هتلاعب نادي الزمالك اللي هو المنافس التقريدي هتلاعب وعدد كبير جدا من المطشاط فرقاتنا اتدعمت بشكل كبير اتوفر لها كل شيء محتاجين وقت الهارموني انت وضع طبيعي انت بتنافس هنا في مصر يعني منافستك هي مع يعني معلش باحترامي لكل أندية بس خلينا نتكلم بكل صراحة انت منافستك فقط مع المنافس أو نادي الزمالك وأغلب البطولات بتقسم بالليل ناديها ولكن ما فيش منافسة قوية مع الأندية الأخرى خلينا نتكلم بكل أمان احترامنا طبعا لكل الأندية المصرية وتمثيلها ولكن انت في الأول والآخر الفاينال أهل زمالك أهل زمالك أهل زمالك أهل زمالك ممكن من الوقت للآخر تروح بطولة هناك فعشان كده المنافسات في اليد الناس فاكرها سهلة لأ هي صعبة جدا لما يبقى عندك ست فرق بتنافس يلا ما تبقى في ريتين بينفسوا والبطولات متقسمة عليهم أنا بس حبيت اوصل لحضراتكم الصورة عن كرة اليد بشكل كبير ووضعنا إيه؟ إن شاء الله نتمنى التوفيق لفريقنا بإذن الله مسافين يوم الأربع إن شاء الله القادم رايحين تونس إن شاء الله كل التوفيق اليوم ومرجعونا بكأس البطولة وده يبقى أقل هدية ممكن نقدمها الجمهور النادي الأهل ترجمة نانسي قنقر